موسيقى طيب ده واحد من المعامل ويمكن اخرهم لان احنا عارفين انهما اربع معامل في البنك فده واحد من او المرحلة الاخيرة من المعامل جوه البنك دكتور احمد عبدالوهاب يقولينا بالزبط الدنيا ماشي اينا بس انا عجبني للموضوع ده ليه لانه كل ازازة فيها النبات بتاعها فده معناه انه احنا بنحاول بكاد امكاننا حافظ على المخزون الاستراتيجي بتاعنا او التراث الاستراتيجي بتاعنا من النبات مش عارفوا النبات والحيوان هنا ولا ده براحب بك دكتور ده نبات بس نبات بس طبعا حدك مسؤول ايه هنا بقى مسؤول معمل الحفظ المتوسط والطويل المدى للنباتات للنباتات كل يعني ده خاص بايه ده نبات بطاطا بطاطا اه انا عارف نوع فصائل يعني البطاطا كزا فصائل اصناب اه اصناب ومصري مصري يعني في كزا نوع مصري من البطاطا تمام مش كده كزا فصيل يعني تمام بتحفظ لجودة تأدي يعني حدك جايبه منين وبتحفظ هو ده احنا بناخد عينات سواء من او من الجرينهاوس لو عندنا منها وبنعمل لها خطوات التيشو كالتشار وندخلها هنا في المعمل في وسط العملية دي اللي هو الاكسار بتاعها بنعمل لها اكسار في الاول في منتصف الطريق في عملية الاكسار بناخد جزء من النباتات بنعمل لها حفظ متوسط وحفظ طويل الحفظ المتوسط عندي ممكن من ست شهور لحوالي سنتين او ثلاث سنين طويل الطويل الى ما شاء الله يعني يعني عشر سنين عشرين خمسين وحدا كانت بتحفظه هنا لو جيب يعني الحقيقين ان فلاح بس لانه بيحب يجيي اخط شاجة بننا بيوجي من هنا بيجي عندنا حدث فيه بيجو بيجو طبعا بس بيقدم طلب بيبقى اي صاف اللي هو عايز هو كلام ده اجراءات دي اه 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 والمتاح لو في منه كمية احنا بنديله جزء منها علشان احنا بنحتفظ بجزء عندنا هنا في المهار على شان انه كل النباتات اللي حدثك بتجيبها بتحطها في جايب بتاع زيدة ايوة وبتحفظها عندك زي بلت حدك طويلة المدى متوسطة المدى بالليكن الناتروجين ده الطويل المدى إنما فيه بتبقى ميديا وبحط فيها سكريات أو جروس ريتاردنس بحفظها بطريقة دي اللي هي المتوسط وممكن بحطها في حد أنا زي الجوارة دي دي بزبط فيها درجة الحرارة بزبط فيها الإضاءة أو بخليها في إظلام تام وبغير في الميديا بتاعتي كتير من الناس مش فاهمين طبيعة العمل إيه ولا فاهمين إنتوا بتعملوا إيه ولا فاهمين النبات ده بيطلع إزاي وبيتحفظ إزاي أنت جزء من شغلك أمن قوم تمام جزء من شغلك مش مجرد أن أنتوا بتحفظ آه آه لا طبعا جزء من شغلك أمن قوم أنا بشكرك يا دكتور أحمد شكرا جزيلا شكرا ويعني إن شاء الله نبقى أن نكون عندنا قدرة كده نحن نجمع حضراتكم لما يكون فيه